اهلا بكم الى مجزن الاملا بها اكدت قيادة لواء 35 مدرع عدم الانجرار وراء المهاترات وعدم الخوض في تفاصيل حادثة الاغتيال الاثمة لقائد لواء العميد عدنان الحمادي حتى استكمال لجنة تحقيق اعمالها واشددت القيادة في اول اجتماع لها عقب الحادثة على اظهار نتائج التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها وقالت القيادة انها ستنفذ كل ما سيصدر من قرارات من الرئيس هادي فيما يضمن تماسك اللواء سجلت العاصمة المؤقتة وعدا رقما قياسيا في عدد الاغتيالات التي شهدتها خلال الساعة الماضية وسط فوضى امية ورصدت مصادر محلية وقوع ثلاث عمليات اغتيال احداها لامرأة في العقد الرابع من عمرها وقالت المصادر ان مسلحين مجهولين اغتال امرأة في العقد الرابع من عمرها بحي الممدرة بالشيخ عثمان كثفت ميليشي الحوثين الإقلابية قصفها على قرى واحياء سكنية في مدير تحيس ومحيط المدينة جنوب محافظة الحديدة خلال ساعة الثمان والاربعين الماضية وقال الصحفي عبدالحفيظ الحطام عفوا لقناة يامن شباب ان القصف تسبب باصابات وتهدم منازل في المديرية مضيفا ان الاستهداف المتواصلة للمدنيين من جانب ميليشي الحوثيين يقتضي ضرورة تدخل الحكومة الشرعية والتحالف لدحر الميليشي من اطراف المديرية وانهاء معاناة سكن شنى طيران التحالف العربي غيرات جوية على مواقع وتجمعات ميليشي الحوثين الإقلابية في جبهة كتاف بصعدة وبحسب مصادر ميدانية فان القصف طال عربات واسلحة حوثية هناك واسفر عن تدميرها ومسرع عدد من عناصر الميليشي افتتح محافظ اللهج أحمد عبدالله تركي ثلاث مدارس في مديرة الحوطة والمسيمير بتكلفة خمسمائة وثمانين ألف دولار وجاء افتتاح المدارس الثلاث بعد استكمال تنفيذها من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من مركز الملك سلمان والمجلس النرويجي لمساندة اللاجين نهاية الموجز شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة